السؤال الثاني اللي ناس بتسأله كابتن محمود الخطيب بيدير منظومة الكرة بمفرده بشكل منفرد ده كلام يدحك كلام يدحك والله العظيم تلاتة ده كلام يدحك كل جمهور النادي الأهلي حسن النية عارف كويس جدا جدا أن النادي الأهلي نادي أو نادي مؤسسات يعني ايه؟ يعني هناك رئيس للمؤسسة وهناك مشرف على كرة القدم بيعاونه شركة الكرة اللي رئيسها مين؟ هيوة واحد من أساطير الاقتصاد في مصر وأساطير يعني مجالس إدارة النادي الأهلي كلهم أساطير فياسين بيه منصور هو رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي عشان اللي ما يعرفش يعني هو النائب بتاعه مين؟ بتاعي ياسين بيه منصور مصطفى بيه مراد فهمي أهم حد في الاتحاد الأفريقي سكرتالي العام الأفريقي الفترات طويلة جدا والاتحاد دولي ورئيس لجبن قول بقى زي ما تقول تاريخ طيب وبقية الأعضاء اللي موجودين أستاذ عمري شهين المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشركة وهو مدير التسويق للاتحاد الأفريقي في أزهى عصور الاتحاد الأفريقي هل دول حيقبلوا على نفسهم أن الكابتن محمود يقول أنا مش عايز إسلام يبقى خلاص يبقى مش عايزين إسلام لا طبعا فيش حاجة اسمها كده جوانادي الأهلي فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها لجنة تخطيط كمان بالمناسبة للي ما يعرفش كابتن محسن صالح كابتن زكريا ناصر لهم دور كبير في كل البطولات السابقة وفيه قبل كل دول بقى مجلس إدارة بيحسبوا جمعية عمومية يعني كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين دول من أول السيد الوزير السابق الأستاذ العمري فاروق الأستاذ خالد مرتاجي أمين السندوق بقيت أعضاء المجلس كلهم كلهم عشان ما نساش أسماء بيحسبوا على كل حد وعلى كل حاجة فالكابتن خطيب يعني كابتن خطيب بيمشي كده يقول لهم والله يعملوا كذا كابتن خطيب ما بيعملش الكلام ده كابتن خطيب أو بلاش الكابتن خطيب النادي الأهلي ما بيحصلش فيه كده النادي الأهلي ما بيحصلش فيه كده